نروح على منتخب مصر عايز سألك خبرتك بقى الدولية وخبرتك في الملاعجة في كلامة قال إن عودة عبدالله السعيد لمنتخب مع القرار ده اتولدت طبعا كل التأدير واحتمال رغم يقول إن عبدالله ما خلص لك فاعم وتأدير والإحتمال لا يعني عشان برضو أصل لعيد سواني بس عشان قلت إيه غلط يعني عشان لا كنت هقول إن هو ما ينفعش لا ما فاق دي ملاش دي باجة نظر حاليا عبدالله هل الرتم اللي هو بيلعب بيه حاليا هيواكب مع مستر فيتوريا مقتنع بيه بنسبة كبيرة جدا إنت المدير الفني مقتنع هيتوكل على الله هو طبعا لعيد كبير لعيد كبير بس السن يعني إنت برضو الهدف إيه الهدف البطولة بس يبقى خلاص يبقى خد عشان البطولة بس ولا هدف البطولة وتصفيك كاس العالم اللي جاية عشان كاس العالم يبقى خد العيبة الزغيرة ده اللي أنا أعرفه يبقى الهدف عند مين عند المدير الفني لو أنت بتشتغل وفيه كان فيه محادسة ما بينهم بهم بعض وتكلم معه عبدالله السعيد قاله إن لو هو موجود في القائمة فهو هيرجع عن القرار رح تزاله بس خلاص مع اختياره إنه ينضم لا طبعا لإنه عبدالله العيب كبير طب وشكباله ما ميروحش ليه بقى ما أنا قلتم باري أنا بقى إيه تعالى يعني إيه عبدالله راح ومؤثر مع فريق طب ما شكباله مؤثر مع فريق وشكباله يستحق يروح من تخل مصر هو تنقل بسرعة تكريما بقى لشكباله كمان والتاريخ اللي عمله وطريق حامد أعلن اعتزاله طريق خلاص طريق هو أعلن خد الموضوع لوحده يعني يخد تفتكر إنه هو تبلغ طريق طريق حامد تبلغ لا ما أعتقدش أصبت بلغ هو أخد القرار يعني في وقت صعب جدا قفل الموضوع مرة واحدة بالعكس الطريق أو كان حاسس ممكن ممكن معين أنا 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 معرفش الموقف اللي حصل تتوقعك بخبرتك هو تبلغ لا 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 ما أعتقدش إنه أتبلغ ما أعتقدش طب الشخصية الطريق اللي يعني إيه لو تبلغ كان يطلع آه يعني كان هيطلع يقول أنا تبلغت إنه مش هلعب دولي وخلاص فعشان كده أنا خلاص أنا شايف إنه دي آخر سنة بالنسبة لي إنه أقدر لعب شايف إنه أتصرع أنا شايف إنه يقدر بصراحة يعني مع اللعيبة اللي موجودة حاليا لا يقدر هو بيقدم بصراحة مع فرقته السعودية مسواجهة جدا جدا يعني بصراحة شايف منتخب مصر هيقدر يحق بكاس الأفريقية مع فيتوريا والله إيه شايفين النتيجة كويسة جدا يعني وشايفين إنه ماشيين بشكل كويس نتمنى من التوفيق نقدر نقفل على نفسنا برض بالفترة اللي جاية مجموعتنا سهلة إنه إحنا نوصل للأدوار اللي بعدها أنا شايف إنه إحنا إن شاء الله قادرين نوصل على أقل في المربع الزهب الأخير إن شاء الله يعني أخذ بالك يعني أقولك الحاجة يعني في كلام على محمد صلاح دايما العين على محمد صلاح طبيعي نجم مصر يعني وفخر مصر وبصراح فخر العرب زيما بتقال عمل تاريخ يعني ولا إحنا هنعف نعمله ولا قابلينا ولا بعدين ولا أي حد ودحقه شاف نغمة إن دايما الناس بتتكلم على مستوى صلاح مع المنتخب مختلف عن أداء وفليفر بولد ده كده ظالم بالنسبة له طبعا